عجلة الاستيطان الصهيوني تدور بسرعة وتلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية حكومة الكيان المحتل تستخف بالقوانين الدولية وتمضي قدما في سياستها التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين لهدف واحد وهو تهويد أرض فلسطين أخطر القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية بطلب من المتطرف بنغفير ليس هذا فحسب بل قررت تنفيذ مخططات بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية على أراضي الفلسطينيين وتدمير منازلهم في سياسة تندرج ضمن الحرب المفتوحة التي يمارسها الكيان ضد الشعب الفلسطيني هذه من أبشعي أشكال العقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي المحرمة دوليا وإنسانيا وهي دعوة إسرائيلية رسمية لمزيد من التصعيد بنغفير وأتباعه يوسعون دوائر المواجهة والتوترات ويستخدمونها مستطرا دخانيا لمواصلة حربهم المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس لتسهيل عمليات ضمها وتهويدها وتعميق الاستيطان فيها واشنطن ورغم أنها عبرت عن استيائها من خطة الاحتلال لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية إلا أنها غير راضية عن مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان الصهيوني وجهة نظرينا هي أن تقديم هذا القرار لم يكن مفيدا في دعم الشروط اللازمة لدفع المفاوضات حول حل الدولتين تماما كما نعتقد أن الأخبار الصادرة من إسرائيل يوم الأحد كانت غير مفيدة ومن شأنها أن تزيد التوترات أيضا شبح الفيتو الأمريكي يخيم على مشروع قرار أممي بمجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وسط توقعات تفيد بأن واشنطن قد تستخدم حق النقض لإجهاض أي محاولة تدين حليفتها الصهيونية التي ارتفعت وتيرة جرائمها الوحشية بكل أنواعها في حق الفلسطينيين